بدأت مصر هذا الأسبوع استقبال اللقاح الصيني لفيروس كورونا والذي تقدمه بالمجان وسط حالة من الجدل حول فعالية اللقاح في الوقاية من الفيروس الذي يثير قلق العالم ولمعرفة تفاصيل الحصول على اللقاح وجدواه معي في هذه الفقرة دكتور أشرف حاتم عضو مجلس النواب ووزير الصحة السابق وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية ورحب بحضرتك دكتور أشرف أهلا وسائل أهلا بحضرتك في البداية دكتور أشرف هل تبعت تحضرتك مراحل تجهيز اللقاح وحصول مصر عليه؟ طبعا العالم كله تابع تجهيز اللقاحات على مستوى العالم واللقاح الصيني بالذات لأنه كان يتعامل عليه كمان تجارب سريرية في مصر ودول كثيرة من العالم نعم مصر أجرت تجارب سريرية على لقاحين تقريبا من اللقاحات الصينية أي منهما اللي تم استجلابه أو تم الحصول عليه في مصر هو اللقاح اللي جاء اللي هو اللقاح الصيني اسمه ساينوباك هو ده اللقاح اللي اتعمل عليه 3000 متطوع كالتجارب سريرية في مصر وعلى مستوى العالم كله أكتر من 40 ألف متطوع بعض الأطباء المصريين على بعض المواقع المصرية حينما الحديث معهم طالبوا بمعرفة ما النتائج التي تمت في التجارب السريرية على 3000 متطوع لماذا لم يتم نشر التجارب السريرية التي تمت في مصر والله ده برضو لأن دي كانت تجارب سريرية بين مصر والصين وحوالي ست دول أخرى فدي صاحب التجربة هو الشركة الصينية فهي المفروض أنها بتقدم التجارب دي وبتنشرها في أحد المجلات العالمية فمصر وزارة الصحة المصرية عندها النتائج بتاعة 3000 متطوع بتوحها لكن التجارب بتاعة الـ 40 ألف دي ملك للشركة الصينية اللي هي المفروض أنها بتعلنها في هذا التوقيت ليس من حق مصر مثلا إطلاع الأطباء أو إطلاع الجهات المختصة بالنتائج التي حصلت عليها خلال التجربة على 3000 متطوع أكيد عشان كده وزارة الصحة ووزيرة الصحة شخصيا أعلنت النتائج دي للناس وأعتقد أنها منشورة على برضو موقع وزارة الصحة المصرية وأنا حاولت دكتور أشرف قبل ما أعمل مع حضرتك الحوار أن نطلع بأي نتائج على التجربة دي بس أنا مقدرتش أحصل عليها وحتى لما حاولت برضو أدور على بعض أراء الأطباء حتى نقابة الأطباء تحديدا طلبت أنها تعرف النتائج قبل ما يبتدي في الحصول على اللقاح حدخل لنقطة تانية الفترة التي تم فيها تجربة اللقاح كانت من منتصف سبتمبر حتى آخر نوفمبر الماضيين والحصول على اللقاح تم في 10 ديسمبر هل هذه الفترة كافية لتجربة اللقاح والحصول على نتائج مرضية والطمأنة الفريق الطبي اللي هيتناول هذه الجرعات؟ كل اللقاحات أما بتاخد حاجة اسمها Emergency Approval ال Emergency Approval يعني أن هيئات السلطات الصحية بتدي موافقة في حالة الجائحة زي دي في ال Emergency وطول فترة التجربة بتاعت اللقاح بيبتدي ايه بيبتدي يكمل حاجة اسمها ايه Post Marketing Surveillance او ايه يعني تجارب بتكمل ما بعد الموافقة بيت ايه بيتقدم كل شهر بالزبط ال ايه النتائج بتاعت ايه استخدام سواء لقاحات او ادوية زي ما حصلت من ال FDA مع مثلا حاجة زي ايه زي الدواء اللي هو البلاكينيل اللي هو هيدروكسيكولوركين زي ما حصل مع ال Remedisivir اللي هو الدواء برضو بتاع الكورونا زي ما حصل ال FDA او السلطات الانجليزية مع اللقاح بتاع فايزر وزي ما حيحصل مع اللقاح بتاع أسترازينيكا الانجليزي ولكن اللقاح الصيني منظمة الصحة العالمية لم تبط في امره بعد مظبوط يا دكتور ومنظمة الصحة العالمية لم تبط في امره برضو اللقاح فايزر منظمة الصحة ما بتديش موافقة على اللقاح هي بتدي حاجة اسمها WHO Qualifications برضو المنظمات هي اللي بيدي الموافقة هي حاجة اسمها Regulatory Authority Regulatory Authority في الامارات العربية المتحدة وفي البحرين ودلوقتي في مصر ادت الموافقة على اللقاح الصيني طبعا والصين نفسها مثلا حاجة زي اللقاح بتاع فايزر اتوافق عليه في امريكا وفي كندا وفي المملكة المتحدة قبل الاثنين دول كمان اللقاح الصيني كما هو اعلن هو عبارة عن لقاح معطل يعني ومثل هذه الانواع من اللقاحات لها تاريخ طويل في الاستخدام الناجح لكنها لا توفر بحسب ما كتب يعني مناعة قوية زي اللقاحات الحية لذلك من الضروري تناول عدة جرعات ليست مرة واحدة او مرتين ماذا دقة هذا الكلام يا دكتور وهل ده معناه ان الجرعات سواء الخمسين الف او الميت الف او اي مكان العدد ده معناه انها تتكرر اكتر من مرة تناول هذه الجرعات تمام هو برضو عشان برضو الكلام نمنت واحد هو اللقاح المعطل او اللقاح زي ما يقولو الكلد فيروس او الميت ده هو اللي هو اللقاح اللي هو اللقاح المضعف الاثنين دول دي لقاحات بتستخدم بقالها اكتر من خمسين سنة فاذا في كلمة في السيفتي في الامان بتاع التطعيم اكيد في الخمسين سنة اللي فاتت استخدمنا الاف من التطعيمات اللي بتستخدم الكلد فيروس فبالنسبة الامان التطعيم الصيني لانه هو اقار يعني فكسين كلاسيكي موجود وتعمل زيه كتير جدا فامانه شبه يعني تسعة وتسعين وتسعة من عشرة هو امن ولكن زي ما حاجت بتقولي بقى كده هل هو بيدي مناعة كاملة ولا بيدي وكمان محتاج بوستر دوز يعني محتاج جرعة اخرى هي لحد دلوقتي حتى التطعيمات اللي بالتكنولوجيا الحديثة بتحتاج بوستر دوز بعد ايه بعد واحد وعشرين يوم المناعة دي بتدي مناعة قد ايه؟ المناعة قد ايه دي برضو زي مثلا تطعيمات الانفلوانزة اللي بتدي من ستين لسبعين في المية مناعة لكن حتى ما يجي المرض بيجي المرض بيجي مرض بسيط او خفيف ما بيجيش مرض شديد ما بيجيش مرض يدخل العينين لمستشفيات او يدخلهم رعاية مركزة او يتحطوا على الجائز التنفس الصناعي هل فيش تراطات للسلامة بالنسبة للشخص نفسه انه يتناول اللقاح ده ام لا؟ هو الشرط الاساسي للسلامة انه هم يكونش عنده حساسية جلدية شديدة اللي اصيب بالفيروس قبل كده ده يعني ايه المفروض انه هو مش من ضمن الناس اللي ممكن اليهم اولوية اللي ياخدوا الفيروس لانه عنده بعض المناعة المكتسبة من استخدام الفيروس ولكن ده ما يمنعش انه يقدر ياخد التطعيم لانه ده عبارة عن زي البوستر اللي هو بيحسن منعته البعد قال لي دكتور انه ما بين الجرعة الاولى والجرعة التانية واحد وعشرين يوم بيتم عمل بي سي ار ما بين المرتين هل ده صحيح؟ يعني بيستوجب ما بعد المرة الاولى والتانية انه يكون فيه تحليل او مسخه؟ ده اللي حصل في الكلينيكال ترايلز لكن في كل التطعيمات برضو في مصر سواء التطعيم الصيني او تطعيم فايزر او تطعيم استرازينيكا ما بيتاملش بي سي ار طيب سؤال تاني يا دكتور يعني الحكومة علانة تانية تتعقد مع استرازينيكا للحصول على اللقاح الخاص بهم بابع كمان اللقاح الصيني وايضا سينوفاك يعني سينوفارم وسينوفاك هما بيتم التعاقد معاهم اللي بيتناول ده يعني هل اللقاحين بيشتغلوا عكسه بعد ده بقى ليه وده بقى ليه اخرى فليتناول اللقاح ده لا يستطيع تناول اللقاح الاخر؟ لا بص يا عدد كل اللقاحات طالما انها لقاحات هي لقاحات عبارة عن لقاحات بتشتغل على انها تحفز مناعة الجسم عشان تطلع ايه تطلع الاجسام المضاد الحكومة اعلنت انها عن طريق الجافي اللي هو الجلوبالالاينس اللي هو التحالف الدولي للقاحات حتى تعاقد مع ايه مع استرازينيكا اللقاحات الصيني والروسي وكمان لقاح فايزر فاللي خد التطعيم الاولي بالصيني بيكمل الجرعة المحفزة بالصيني رغم ان مثلا انها لسه اول مبارح استرازينيكا واللقاح الروسي الاثنين مع بعض لانهم الاثنين بيشتغلوا بحاجة اسمها الادينوفيروس فيقولوا ان الجرعة المحفزة ممكن تكون من لقاح الاخر يعني لو ابتدينا بالاسترازينيكا ممكن يأخذ اللقاح الروسي بعدها او العكس صحيح لان ده ممكن يكون محفز اكثر للمناعة اخيرا يا دكتور اشرف في وزارة الصحة او في تصريحات وزارة الصحة قالت انه هيتم توفير اللقاحات بالمجان بصفتك عضو في مجلس النواب الحالي هل ده فعلا متاح انه يتوفر لكل المصريين بالمجان هو ما فيش دولة في العالم هتوفر لكل الناس بس الناس اللي هي عندها عوامل خطورة زي ما حضرتك زي ما في العالم كله بيحصل الناس اللي فوق الفوق الخمسة وستين وسبعين سنة اللي عندهم عوامل خطورة الناس اللي في الفرق الصحية ده فعلا بيتوفر لهم بالمجان مش في مصر بس حتى في الدول الرأسمالية الغربية زي انجلترا وزي امريكا وزي كل حتة في العالم انا بشكرك جدا دكتور اشرف حاتب عضو مجلس النواب وزير الصحة السابق وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية شكرا جزيلا للمشاركة